بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين طلاب الآزاء الله يعطيكم ألف عافية ويسعى الجميع أوقاتكم أينما كنتم وكيفما كنتم هنكمل اليوم إن شاء الله بمشوارنا بمادة الرياضيات الفلع الأدب الفصل الدراسي الأول وبدأنا في حصتنا السابقة في درس مشتقة الاقتران الأسي الطبيعي واللغارتمي الطبيعي حنأخذ اليوم مشتقة الاقتران اللغارتمي الطبيعي معي جميعا إحنا بنعرف أنه عندي الاقتران أصلا اسمه لغ الـ X للأساس بيه هذا اسمه اقتران لغارتمي هلأ الاقتران اللغارتمي الطبيعي كيف كان شكله؟ يلا ما بعضنا نتذكره هو عبارة عن لن الـ X هو عبارة عن إيش؟ لن الـ X هذا اسمه الاقتران اللغارتمي الطبيعي قبل ما أفوت بأي تفاصيل نتذكر دائما طلاب الآزاء إنه لغ أو عفوا نحن نحكي عن لن لن الـ X مضروبة في Y إيش كان بيساوي؟ لن الـ X زائد لن الـ Y يعني الضرب جوه لن بيطلع بره إيش؟ جمع وأيضا لن الـ X على Y اللي هي القسمة إيش بتتساوي لن الـ X ناقص لن من الـ Y وآخر شي كان عندي لن الـ X إذا كان عليها أس مثل N إيش كانت بتساوي؟ بنزل الأس N في لن الـ X هاي كان اسمها خصائص اللغارتمي الطبيعي أو الاقتران اللغارتمي الطبيعي هس أنا عندي F الـ X يساوي لن الـ X كيف باشتقه؟ بحكي له F على X إيش بتساوي؟ نركز مع بعضنا مشتقة لن الـ X كم بتساوي؟ 1 على X مشتقة لن الـ X كم بتساوي؟ 1 على إيش؟ على X يعني يا جماعة إذا كان F الـ X يساوي لن الـ X فإن F على X إيش بتساوي؟ 1 على X طبعا هو اقتران عكسي للأقتران للأس الطبيعي هاي أخذناها سابقا نبدأ الآن بإيش؟ بالأمثلة أوكي؟ طيب شوف أول مثال عندي بحكي لي F الـ X بيساوي 7 في لن الـ X نركز مع بعضنا هاي F فتحة لـ X الآن F فتحة لـ X إيش بتساوي؟ لا 7 ثابت ضرب مين مشتقة لن الـ X كم؟ 1 على X طبعا الضرب ما بدو توحيد مقامات بضرب السبعة دائما في مين؟ في البسط فحتصير سبعة على إيش؟ على X طيب نروح على الثانية هلا هاي F فتحة لـ X إيش بتساوي؟ كيف بدي أشتق X قوة 2 على 3؟ بحكي هاي نزلت الأس 2 على 3 في X بحكي كيف بدي أطرح واحد من الكسر؟ نتذكر كنا نحكي البسط ناقص المقام يعني 2 ناقص 3 على 3 يعني قوة سالب 1 على 3 زائد كم؟ 1 على X وأكيد بدنا نغير شكل السؤال لأنه ممنوع الأس السالب يظل سالب فشو كنا نعمل فيه؟ نزلوا وين على المقام؟ فصار عبارة عن 2 على 3 في X قوة موجب 1 على 3 زائد 1 على X وآخر شي هاي كانت 2 على 3 نركز مع بعضنا يا جماعة شو يعني X قوة 1 على 3؟ بحط جذر الـ X الداخل 1 والخارج كم؟ 3 طبعا زائد مين؟ 1 على إيش؟ على X زائد 1 على X طيب رؤى السؤال الثالث إيش بحكي لي السؤال الثالث؟ Y بتساوي X مضروبة في لن الـ X كيف رح أشتقها؟ نركز يا جماعة أنه هاي عبارة عن مشتق الضرب X في لن الـ X مشتق الضرب هاي الـ X مضروبة في لن الـ X فكنا نحكي هاي X وهاي لن الـ X مشتقة الـ X واحد ولن الـ X كم؟ 1 على X وأكيد هيك زي ما تعلمنا ضرب تبادلي مع إشارة جماعة فصارت F فتح لـ X إيش بتساوي؟ نضرب هذول اللي هي X مضروبة في مين؟ لن الـ X زائد 1 في لن الـ X اللي هي لن الـ X طيب في هون الاختصار الصغير هون اللي هو بشيل الـ X أفوا هاي X في واحد على X سوري ركزوا معي هون هاي عبارة عن إيش؟ هاي في هاي X ضرب واحد على X ضرب واحد على X زائد مين لن الـ X أوكي هاي هم X في واحد على X زائد واحد في لن الـ X هاي هم بهذا الشكل الآن الاختصار إيش هو؟ إنه بشيل الـ X مع الـ X فشو ظل عندي الجواب النهائي؟ عبارة عن إيش الجواب النهائي؟ واحد زائد لن الـ X بهذا الشكل تمام؟ نكمل ما بعض ما سؤال رقم أو أسئلة أتحقق من فهمي سؤال رقم A أو فرق A حكيلي F في الـ X بتساوي 4 في لن الـ X بقول له يا شطور F فتح على X بتساوي 4 ضرب واحد على X اللي هي مشتقة لن الـ X كم واحد على X وتساوي 4 على مين؟ على X السؤال بي بحكيلي F في الـ X يساوي جذر الـ X زائد لن الـ X وبالتالي المشتقة F فتح على X إيش بتساوي؟ بتساوي مشتقة مع تحت الجذر على 2 في نفس الجذر زائد مشتقة لن الـ X اللي هي واحد على X بس بهاي البساطة طيب نروح على الفراسية بحكيلي Y بتساوي لن الـ X على X Y إيش بتساوي لن الـ X على S هاي مشتقة إيش؟ قسمة فحتصير DY على DX إيش بتساوي؟ المقام ضرب مشتقة البسط ناقص البسط اللي هي لن الـ X مضروب في مين؟ في مشتقة المقام واحد إذن المقام اللي هو X مضروب في مين؟ في مشتقة البسط البسط اللي هو لن الـ X مشتقة واحد على X ناقص هلا لن الـ X اللي هي البسط في مشتقة المقام واحد على مقام تربيع نبسط شوية ونركز الاكس مع الاكس بيروحه صارت بتساوي واحد ناقص لان الاكس في واحد هاي كم بتساوي لان الاكس كلها مقسومة على اكس ايش عليها تربي ماشي ننتقل للمثال الثاني والاسئلة المتعلقة بالمثال الثاني عندي يا جماعة واي بتساوي اثنين لان الاكس زائد اي قوة سالب اكس زائد لان الخمسة طب مشتقة الواي ايش هي دي واي على دي اكس ايش بتساوي اثنين ضرب واحد على اكس يا سلام زائد هس هاي مشتقتها سالب واحد يعني سالب واحد مشتقة الاس في اي قوة سالب اكس زائد نركز هاي لان الخمسة مش لان الخمسة اكس يعني لان الخمسة هي عبارة عن ثابت ومشتقة اي ثابت كم بتساوي نعم هاي صفر طيب نبسطوا شوية اثنين في واحد على اكس اثنين على اكس ناقص اي قوة سالب اكس زائد قديش صفر يلا نروح على السؤال الثاني افتح على اكس بتساوي المقام اكس زائد واحد في مشتقة البسط اللي هي واحد على اكس يا سلام ناقص البسط لن الاكس في مشتقة المقام مشتقة اكس زائد واحد كم؟ واحد على المقام ايش عليه كله؟ تربيه طيب وتساوي هاي على واحد فباجي بضرب البسط في البسط اكس زائد واحد في واحد اكس زائد واحد على مين؟ على اكس ناقص الان لن الاكس في واحد لن الاكس كله مقسوم على اكس زائد واحد الكل ايش عليه؟ هاي تربيه طيب ننتقل للسؤال الثالث او للفرق الثالث ايش بحكيلي الفرق الثالث؟ انتبهوا علي يا جماعة هاي الاول وهاي الثاني اف في الاكس بتساوي اي قوة اكس ناقص واحد في لن الاكس زائد واحد فباجي بحكيلي هاي اف فتحة اكس ايش بتساوي؟ او بالاخرى قبل هيك كيف كنا نتعود نشتقة مشتقة الضرب؟ بهذا الشكل هاي اي قوة اكس ناقص واحد ولن الاكس زائد واحد طيب مشتقة الاي قوة اكس ناقص واحد اي قوة اكس ناقص واحد لانه مشتقة العس كام واحد ومكتبهاش لن الاكس واحد على اكس زائد مشتقة الواحد كام؟ صفر وباجي الان يا جماعة بضرب هاي في هاي وهاي في هاي والاشارة بينهم ايش؟ جمع طيب تعالوا مكمل صار عندي اف فتحة لاكس ايش بساوي؟ لما اضرب هاي في هاي هاي امسح اسمي والدنيا والرقمة ريفواني عفوا حتى نحلها ايش؟ ما كانها طيب وتساوي هاي اي قوة اكس ناقص واحد على اكس اللي هي هاي اكس اللي بالمقام زائد اي هاي بضلها نفس ما هي اكس ناقص واحد في لن الاكس زائد واحد ونسكر القحص طيب نيجي على السؤال اربع حكيلي اف الاكس بتساوي لن اي قوة اكس معلومة انه دائما اللن الاي هاي بتساوي واحد واي قوة لن بشطبه بعضهم برضه اي قوة لن بشطبه بعضهم يعني اللن والاي عبارة عن اقترانين متعاكسين كل واحد منهم ايش بيعمل بيلغي الثاني تمام يا جماعة وبالتالي هاي افت حال اكس او قبل افت حال اكس اف لأكس لما ابسطهم هاي وهاي رح يلغوا بعضهم صار عندي اف الاكس كم بيساوي بيساوي اكس وبالتالي افت حال اكس كم بيساوي بيساوي كم مشتقة الاكس قديش واحد صعبة لا والله ما هي صعبة سهلة وما فيها اي شيء ان شاء الله طيب ننتقل للسؤال اللي بعده سؤال خمسة بيحكيلي اف الاكس بتساوي اي قوة لن الاكس الاي بيلغلن برضو اف لأكس ايش صارت بتساوي اكس افت حال اكس ايش بتساوي بتساوي واحد بتساوي كم واحد طيب شوفوا هالسؤال عبارة عن قوس مرفوع لأس قوس عليه أس كم هايها ثلاث طيب كيف كنت اشتاقه هاي افت حال اكس ايش بتساوي ثلاث في اي قوة اكس زائد لن الاكس كلها قوة قديش اثنين فباجي الان يعني حطيت القوس قوسين بجنبعهم هاذ قوس اثنين هون نثبت زي ما تعلمنا سابقا وهون شو منعمل نشتاق تعالوا نشتاق مشتاقت اي قوة اكس اي قوة اكس زائد مشتاقت لن الاكس كم نعم واحد على ايش على اكس تمام طيب ننتقل للسؤال السابع اللي بحكي لي اف في الاكس بتساوي اكس قوة ثلاث في لن الاكس هاي مشتاق الضرب وبالتالي هاي عبارة عن اكس قوة ثلاث وهاي لن الاكس هاي مشتاقتها ثلاثة اكس تربيع وهاي واحد على اكس طيب هسا يا جماعة هاي هيك ضربها وهاي بهذا الشكل واللي شاربينهم جمع فصارت عندي يا جماعة الخير افت حالة اكس ايش بتساوي بتساوي لما اضرب هذول هيك اكس قوة ثلاث مضروبة في واحد على اكس زائد ثلاثة اكس تربيع في لن الاكس تمام التمام طيب الان هاي ما هاي بتصير قوة اثنين اوكي طيب فبنيجي بنحكي اف فتحة لأكس ايش بتساوي هاي اكس تربيع زائد ثلاثة اكس تربيع لن الاكس زائد ثلاثة اكس تربيع في لن الاكس كيف هالموضوع بسيط و سهل الحصة الماضية لما كنا نحكي عنه مشتقة الاقتران القسي الطبيعي والله يكان بسيط وبرضو يا جماعة الخير هذا والله بسيط والله ما فيه اشي فنكمل موضوعنا وفيش داعي انه احنا نتوتر او كذا يعني انا شاف الموضوع بسيط بسيط جدا شوفوا هالسؤال هاذ اش بحكي لي غريب من نوعه اذا كان افلى اكس يساوي اكس عفوا لن الاكس اس اكس تطلعوا كيف شكله لن الاكس اس مين اكس بتولي انه المشتقة تاعته هي لن الاكس زائد واحد شوفوا كيف هسا اذا بنعرف ان لن الاكس قوة بنزل اس بتصير ان لن الاكس بلشت فيها اول بلشت اشرح هيها وان راخت هيها اوكي طيب الان رح استخدم الخاصية هاي بعدين اكمل حلي هاي يا جماعة حتصير عندي الان اف في الاكس تجهيز شافين العس اكس هاي اه والله شافينها نزل ليها بجنب اللن اللي هي بتساوي اكس في لن الاكس طيب مشتقة ايش هي حتصير الآن ضرب هاي هون 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 اكس وهاي لن الاكس هاي واحد وهاي واحد على اكس وكده وكده وبينهم جمع اذا افت حلي اكس ايش بتساوي لما اضرب هاي دولة هيصيروا اكس ضرب واحد على اكس زائد العكس الآن اللي هي لن الاكس طيب حلو كثير كويس نحل السؤال مش الاكس بتروح مع الاكس اه والله بتروح معها شو صار عندي بعنين صار عندي انه افت حلي اكس ايش بتساوي هاي كلها شو ضل منها واحد زائد ميل لن الاكس وهو المطلوق وهو المطلوق طيب طيب الرؤى للسؤال اللي بعده بحكيلي افت حلي اكس يساوي جذر لن الاكس على اكس مشتقة ايش هاي قسمة يلا نطبق مشتقة القسمة افت حلي اكس ايش بتساوي هاي الخط المقام اكس ضرب مشتقة البسط لما اجي على مشتقة البسط وهي مشتقة جذر تربيع كيف باشتقها بحكي له مشتقة ما تحت الجذر شو فيه تحت الجذر لن الاكس اشتق لن الاكس اللي هي ايش بتصير لن الاكس واحد على اكس على اثنين في نفس الجذر اللي هو لن الاكس ما فهمناش كمان مرة كمان مرة يلا كمان مرة كيف رح اشتقها يلا ركزوا معي بس المقام اللي هو اكس سوري المقام اللي هو اكس ضرب مشتقة البسط انا الان هاينا هون بدي اجي اشتق جذر لن الاكس كيف باشتقه بقول مشتقة ما تحت الجذر طب ما عشي شو فيه تحت الجذر لن الاكس اشتقها واحد على اكس على اثنين في نفس الجذر بس يعني هاي عبارة عن واحد على اكس على اثنين في جذر لن الاكس هاي للمقام في مشتقة البسط ناقص البسط مين البسط اللي هو جذر لن الاكس في مشتقة المقام كم واحد على المقام بس ايش عليه عليه تربية على المقام عليه تربية ماشي الحال طيب ننتقل الآن لسؤال آخر أو للفكرة اللي بعدها سؤال اثنين إيش بحكي لي إنه F في الإكس يساوي E قوة ثلاثة إكس تربية في الإن الإكس وطالب مني أشتقل إياه هاي مشتقة إيش نعم ضرب أنا بحب وأنا أشرح على الأونلاين هون الشخص اللي معي يكون بحكي معي ببيته والله العظيم من تليفون من تاب من كمبيوتر من أبصر إيش إن شاء الله شابكينا على الشاشة هاي اللي بتحضروا عليها مسلسلات تكون تتبع معينا بحكي لك مثلا مشتقة ضرب دغري لازم تبلش قبل ما يعني توقف الفيديو وتحاول لحالك أو تحاولي لحالك بعدين قارنوا حالكم بحلي طيب نيجي هون E ثلاثة إكس تربية وهون عندي لن الإكس شو مشتقة هاي مش بدي أشتقل أس كونه اختران أسي آه والله أستاذ هاي حتصير ستة إكس E قوة ثلاثة إكس تربية ويش مشتقة هاي واحد على إيش على إكس فباجي إيش بعمل بقول له هاي ضرب هاي وهاي ضرب هاي وأكيد الإشارة بينهم إيش هي جمع يلا F فتح على إكس نبدأ هيك E قوة ثلاثة إكس تربية ضرب واحد على إكس زاد ستة إكس E قوة إكس أو عفوا ثلاثة إكس تربية في لن الإكس بس نكمل الآن على سؤالنا أو على حالنا هاي مشتقة إيش قسمة فدغر الآن الأصل نبدأ نحل فيها يلا F فتح على إكس حتساوي المقام E قوة إكس ضرب مشتقة البست كم واحد على إكس ناقص البست ناقص لن الإكس ضرب مشتقة المقام اللي هي E قوة إكس على المقام E قوة إكس إيش عليها تربية تعالوا نزبطوا شوي هيك على السريع خليني أخذ E قوة إكس إياها E قوة إكس أنا بقصد هاي هاي هيك وهاي أصحبهم كعامل مشترك أصحبهم مرة إيش عامل مشتركة هيصيروا أفواً هيصيروا إيش E قوة إكس آن شو ظل عندي هون واحد على إكس ناقص لن الإكس على مين كلها على إي قوة إكس بضرب الداخل في الخارج بتصير إثنين إكس فباجأ أنا بختصر مين مع مين يا جماعة بختصر E قوة إكس مع E قوة إثنين إكس ما هي الأسس في القسمة تطرح شو بظل عندي E قوة إكس فجواب النهائي هو واحد على إكس ناقص لن الإكس على مين على إي قوة إكس ماشي نروحة للسؤال الرابع إيش بحكي للسؤال الرابع F لإكس بتساوي ثلاثة بدي أعدلها هاي ثلاثة قوة أربعة خليها خليها مش مشكلة ثلاثة قوة أربعة زائد E قوة إثنين إكس زائد لن إثنين طب كيف بدي أشتقه هسة ثلاثة قوة أربعة هي عبارة عن ثابت ومشتقة أي ثابت كم صفر مشتقة أي ثابت صفر زائد بشتق الأس هاي اثنين في إي قوة إثنين إكس زائد لن الإثنين شو مشتقتها صفر فصارت F فتحة لإكس كم بتساوي يا سلام عليك وثنين في إي قوة إثنين إكس وبس وخلصنا طي الآن بنشوف كيف نشتغل اقتران لغارتمي مرتبط بقعة السلسلة شو قصدي إنه ما يكون لن الإكس لن وجواته في اقتران لن الإكس تربيع لن قصة طويلة هيك جواته فيلم حفلة شو باجي بعمل باشتقل لما داخل لن على ما بداخل لن يعني حتصير مشتقته بالحال هاي بالكلمات يلا احفظوها معي ما تنسوها بالكلمات هي مشتقت ما بداخل لن على مين ما بداخل لن نفسه إذن مشتقت اللغارتم الطبيعي اللي هو لن الإقتران مشتقت اللي جو واللن على اللي جو واللن أصلا إحنا لما كنا نقول لن الإكس مش مشتقتها بتساوي واحد على إكس ما هي نفس الشي مشتقت اللي جو واللن واحد على اللي جو واللن نفسه إذن هي مشتقت ما بداخل اللن على مين ما بداخل اللن نفهم أكثر يلا طبعا هذور الخصاص اللي أخذناهم بالبداية لغارتما ينطبق على اللن طيب عفوا طيب جماعة كمّل هاي عندي F فتحة لإكس بتساوي مشتقة ما داخل اللين خمسة لأنه مشتقة الخمسة إكس كم؟ خمسة على ما داخل اللين خمسة إكس تيجي بتقولي شيليني الخمسة مع الخمسة بقولك تكرم أو بقولك تكرمي يعني هاي F فتحة لإكس إيش صارت بتساوي واحد على مين؟ على إكس بس طيب نيجي على هاي الأصل إنه هذا العس وين ينزل بجنب مين؟ جنب اللين فصار عندي F لإكس إيش بيساوي ثلاث في لن الإكس وبالتالي F فتحة لإكس إيش بتساوي ثلاث ضرب واحد على إكس اللي هي مشتقة لن الإكس وتساوي ثلاثة في واحد ثلاثة على مين؟ على إكس أسئلة بسيطة جدا وسهلة جدا والله طيب نيجي على السؤال هذا يلا F فتحة لإكس بنا نشتقها لن لن الثلاثة إكس تربيع ناقص اثنين إكس يساوي مشتقة ما بيداخل اللن ستة إكس ناقص صفر طبعا على ما بيداخل اللن بهذا الشكل مشتقة ما بيداخل اللن على ما بيداخل اللن ننتقل للسؤال اللي بعده ونقول يا رب يلا عندي الآن سؤال أو أسئلة تتحقق من فهمي A F لإكس بتساوي لن الثمانية إكس شوفوا كيفنا نتعامل معها هاي F فتحة لإكس إيش بتساوي؟ مشتقة ما داخل اللن على ما بيداخل اللن طيب شير الثمانية مع الثمانية واحد على إكس والله سهلة طب هون نبين الأو السبعة جو اللن نزلوا لياها لبرة إنها الأو السبعة جيبوا لياها هون مين حتلاقي بوجهة؟ الاثنين بتساوي أربعة عطاش لن الإكس بالضبط طب F فتحة لإكس كم بتساوي؟ أربعة عطاش ضرب كم؟ واحد على مين؟ على إكس أربعة عطاش ضرب واحد على إكس وتساوي أربعة عطاش على مين؟ على إكس وتساوي أربعة عطاش على إكس طيب السؤال اللي بعده F الإكس بتساوي لن التسعة إكس زائد اثنين F فتحة لإكس إيش بتساوي؟ مشتكة ما بدا اشتركوا في القناة